بسم الله الرحمن الرحيم من دينار الى ريال وهكذا اي عملة اخرى مجرد انه يكون معطى في السؤال مقدار هذا التحويل اعطيكم امثلة بالنسبة للتحويلات لا بد ان يكون معطى في السؤال ان واحد دولار يساوي ثلاثة وخمس وسبعين ريال سعودي وهذا طبعا المعطى في التدريب ايضا يمكن ان يكون اليورو وهذا سعر صرف اليوم ممكن يكون سؤال تحويل من واحد كيلو متر الى الف طبعا متر ممكن يكون تحويل من اللتر الى الملي لتر ممكن من الكيلو جرام الى الجرام ممكن ايضا وحدات الخاصة بالحاسب من الكيلو بايت مثلا للبيت او من الميجا او من القيجا وهكذا اذا كل اسئلة التحويل يمكن تنفيذها بنفس الكود مع تغيير بسيط جدا في نوع المتغيرات مثلا اريد التغيير هنا على هذا المقطع البرمجي ليكون التحويل من الكيلو بايت الى البايت طبعا معطى في السؤال انه واحد كيلو بايت يساوي الف اربع وعشرين بايت مجرد انشاء متغير جديد نسميه كيلو بايت انشاء متغير اخر اسمه بايت طبعا ممكن نشيل الصح من هنا ومن هنا كان في السؤال المعطى عندنا طبعا الدولار كلنا نعرف انه اكبر من الريال والكيلو بايت اكبر من البيت اذا كل كبير بمعنى كل دولار نحول الى كيلو بايت كل دولار كيلو بايت وهنا ايضا المبلغ بالدولار المبلغ بالدولار بدى له الكيلو بايت والمبلغ بالريال نستبدله بالبيت هنا طبعا بدل هذا الرقم الف اربع وعشرين ويتبقى لدينا بدل الريال نجعله بايت طيب يتبقى لدينا صياغة السؤال مثلا كم نقول كم العدد بالكيلو بايت وهنا العدد بالبيت يساوي نشغل البرنامج الان كم العدد بالكيلو بايت مثلا اثنين اذا هذا هو العدد بالبيت نلاحظ نفس المقطع البرمجي مع تغيرات بسيطة مجرد نغير المتغيرات مسميات المتغيرات والعملية نفسها والطريقة نفسها